أنا أشكر بالمناسبة بالمناسبة دون عن أنسى أشكر منتديات أو منتدى سماعي للطرب وللفن الأصيل أشكره جدا وأعرف خاصة تأثرت كثيرا بعدما عرفت وعلمت بقصته مؤخرا أنا أعرف أنه منذ سنوات ينشط وأنا على الأقل أعرفه منذ سنة حتى لأخطئ 2011 على الأقل منذ عشر سنوات هو بدأ بمجموعة شباب ومجموعة مثقفين ثم انفصلوا منهم من ترك وذهب وغادر ولكن استمر الشاب المناظل الثقافي هو شاب من تونس حسب اعتقادي وعلمي تونسي يؤصل ويحافظ على كل ما هو تراث وعلى رأسه تراث الموسيقى الفريد الأطرش والفنانة أسمهان وبالتالي لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه يذكر في أحد المنشورات وهي دراسة في الحقيقة قدمت على مستوى البلوغ على مستوى الصفحة وعبر البلوغ دراسة علمية موثقة والذين يتعاونون وينشرون على منتدى سماعي بالمناسبة هم أكاديميون ومتخصصون في علم الموسيقى باحثون أساتذة بمرتبة بروفيسور ودكتور في الموسيقى سواء مع الموسيقى في تونس العاصمة مثلا في القاهرة في بغداد في الجزائر في المغرب يعني أنهم متخصصون في ما يتحدثون فيه يعني هو علم ترجمة نانسي قنقر